انشاء المحتوى انشاء عنصر عزيزي عضو هيئة التدريس بعد الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو سوف تتمكن بإذن الله تعالى من التعرف على كيفية إضافة محتوى نص صور روابط إلى آخره داخل رابط صفحة المحتوى وبشكل معروض مباشرة أمام الطالب بدون الحاجة لفتح الملف يمكنك نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاكبارد من بناء عنصر كمكون من مكونات المحتوى ويستخدم العنصر عند إضافة محتوى نص صور روابط إلى آخره بحيث يعرض مباشرة أمام الطالب في تبويب جديد بالمستعرض إذا كان صورة أو ملفا صوتي أما لو كان العنصر ملفا نصي فسيتم تحويله على جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب ولإضافة عنصر داخل صفحة المحتوى قم بالضغط على رابط المحتوى من القائمة الرئيسية للمقرر التي تظهر على يامين الشاشة قم بالضغط على تبويب إنشاء المحتوى ومن القائمة المنسدلة قم بالضغط على خيار عنصر لتظهر أمامك صفحة إنشاء عنصر في خانة الاسم قم بكتابة اسم أو عنوان للعنصر الذي سيظهر أمام الطالب ثم قم بتحديد اللون الذي سيظهر به هذا الاسم أو العنوان من قائمة الألوان المتاحة ثم اضغط على زر تطبيق لتفعيل اختيار اللون ثم قم بإضافة مكونات العنصر عن طريق إدخال النصوص والصور ولقطات الفيديو وارتباطات الانترنت داخل خانة النص كما يمكنك النظام من إضافة مرفقات مخزنة على الكمبيوتر وإضافتها إلى العنصر عن طريق الضغط على خيار استعراض جهاز الكمبيوتر ثم قم باختيار الملف المراد إرفاقه كما يمكنك إرفاق أي ملف من الملفات المرفوعة سلفا داخل المقرر الدراسي عن طريق الضغط على خيار استعراض المقرر الدراسي ثم اختيار الملفات المراد إرفاقها ثم ابغت على زر إرسال وتلاحظ أنه تم إضافة الملفات التي تم إرفاقها وتظهر أمامك تحت عنوان الملفات المرفقة ثم قم بضبط الخيارات القياسية للعنصر حيث تستطيع التحكم في ظهور العنصر للطالب في الوقت الحالي بتحديد الخيار نعم وفي حال تصميم العنصر وتأجيل فترة ظهوره للطالب قم بتحديد الخيار لا وذلك من بولد السماح للمستخدمين بعرض هذا المحتوى كما يمكنك معرفة عدد المرات التي شاهد فيها الطالب هذا العنصر من خلال تتبع عدد مرات العرض بالنقر على الخيار نعم ومن خلال تحديد قيود التاريخ والوقت تستطيع تحديد التاريخ والوقت الذي سيظهر فيه هذا العنصر إلى الطالب كما يمكنك تحديد الوقت والتاريخ الذي يختفي فيه العنصر من أمام الطالب ثم قم بالضغط على زر إرسال لإضافة العنصر داخل صفحة المحتوى شكرا لمتابعتكم